هذه المشاهد ليست لفيلم وثائقي عن البراكين تلفظ حمامها أو ما شابه بل هي مشاهد لحرائق غابات تصل إلى جنوب فرنسا على غرار ما حدث في البرتغال وإيطاليا حرائق هائلة دمرت مساحات كبيرة من الغابات جنوب فرنسا وجزيرة كورسيكا هذا وجر إجلاء مئات السكان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فالنيران أتت على الأخضر واليابس عملية إخماد الحرائق جرت بمشاركة رجال الإطفاء وبإسناد طائرات ومروحيات سمحت بوقف انتشار ألسنة النيرا في غضون ذلك حذر خبراء البيئة من إمكانية أن تساهم الرياح القوية التي تتراوح سرعتها ما بين خمسين وسبعين كيلومتر في الساعة في إعادة اشتعال الحرائق بالمنطقة وكان أكبر هذه الحرائق في قرية باستيدون في منطقة فوكلوز حيث التهمت النيران التي أججتها الرياح القوية ما يزيد عن ستمائة هكتار من الغابات وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا ليست الدولة الأوروبية الأولى التي تعاني في الصيف الجاري من الحرائق المدمرة إذ كانت النيران التي التهمت مساحات واسعة في البرتغال قد أودت بأرواح الكثيرين حسب المعطيات الرسمية ثم اجتاحت الحرائق محافظات جنوب إيطاليا وذلك بسبب موجة الحر التي ضربت القارة العجوز